اهلا بكم ازايكم يا حلوين يارب تكونوا كويسين لو عندك قماش فاضل عندك من اي حاجة قطع من القماش صغيرة ممكن انك تجمعيها وتعملي كفر للكوشن حتى لو انت ما عندكيش مكنة خياطة ممكن كمان ما تستخدميش ابرة وخيط وكمان مش هتحطي سوستة وهيتفك ويتركب معاك عادي جدا وبكل سهولة طبعا كلنا عارفين ان الكفرات بتاعة الكوشن في الجروبات وفي الصفحات بتاعة الفيسبوك حتى في المحلات بتكون غالية جدا جدا فوق الوصفة يعني انا بصراحة ولا كفر عندي شرياة لاني بصراحة بستخسر فيها الفلوس يعني ايه حتة قماشة من الجنب ده ومن الجنب ده وادفع فلوس كتير كده للكفر الواحد فاحنا خلاص هنوضع بقى الكفرات الجاهزة واحنا بنفسنا هنعمل كفر يعتبر جاهز سهل جدا جدا اتعلمي بقى معايا ازاي تعمليه وده شكل الكفر لما عملته واللي لونه بيش ده الجنب يعني الظهر بتاعه بني يعني مش لازم كله يبقى شكل واحد تمام هنصلي على الحبيب كل اللي احنا هنحتاجه قماشة العرض بتاعها خمسين سنتي والطول بتاعها مية وخمسة سنتي والقماشة زي ما انت عايزة يعني بالنوعية اللي انت تحبيها انا استخدمت هنا النوعية دي اللي هي كروهات صوف دي اللي كانت عندي مش محتاجيها كمان كانت القماشة دي قطعتين لزقتهم مش هتتخيلوا لزقتهم بالايه ما خيطتهمش اتلزقتهم بالشمع انا المفيد كنت اعمل لكم الكفر ده كله بالشمع بس يا دوبك انا يعني وصلت ببعض كده القماشتين ببعض وصلتهم لقيت الشمع خالص اكمل باقية الفيديو بالابرة والخيط بس انت لو عليكي ممكن انك تعمليه كله بالشمع لو ما كانش ليكي في القياطة وما تعرفيش تخيطي بايديكي حاجة جديدة يعني ان هو ما تعملش بخيط خالص او ما تحطش فيه خيط خالص بس للأسف طلع يعني حتة بخيط وحتة تانية بالشمع حاوريكم الاول يعني الوصلة بتاعته اللي في النص شكلها ايه ولزقتها بالشمع ولا حتظهر ولا حتبان ولا حد حياخد بالو منه انا حاوريكم لما لزقت القطعتين بالشمع هنا ده الفاصل اللي بينهم شايفين بالشكل ده كده جوه بقى موجود الشمع ما بينهم مش باين خالص خالص كمان الشمع بعد ما بينشف على القماش ويتبلي يعني تضطري انك تغسلي الكوشن الشمع مش بيحصل له اي حاجة وبيفضل زي ما هو باللزق بتاعه كمان لو اخديم بالكم ما كانش فيه ابدا اي شكل من اشكال الخيط يعني مفيش غرزة خيط ولا حاجة لانه هو معمول فعلا من الشم كل اللي حنستخدمه مع القماشة مزورة وخيط وابرة ومقص علشان لو عايزت اسقصي اي حاجة انا هنا خلاص اخدت المقاس خمسين في مية وخمسة هبدأ دلوقتي ان انا اطوي كده بالشكل ده على فكرة يا بنات المزورة مهمة جدا في البيت انا ايوة ماليش في الخياطة ولا اي حاجة بس انا عندي مزورة ودي بصراحة اول مرة استخدم فيها المزورة في حياتي عموما يعني لان انا كنت صعبة اوي في موضوع الخياطة ده حتى في المدرسة اما تيجي حسة الخياطة ده بيبقى يعني بصراحة حاجة ايه لا كده على قلبي وبكرها بجد الاقي المز بتاعتنا بقى بطرون والتعليم على البطرون والقص بالبطرون والكلام ده لا 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 قولي من هنا البقر انا اساسا مش داخل دماغي الموضوع فما كنتش هاوي اوي موضوع الخياطة ده ممكن كانت ريكوك وروشيه كده بس على قد دي حاجات بسيطة انما خياطة بقى وابرة وخيط وماكنة والكلام ده خالص جديتش الله يرحمها كان عندها مكنة كنت بقعد اتفرج عليها وانا صغيرة وهي بتقعد تفصل قد بتفصل لنا احنا بجماتنا بتاعت العيد وكنا بنفرح قوي ويعني الجلبيات كده بتبقى صيفي قط كده وماشتري كنا بنفرح بيها اوي وعد اتفرج عليها وهي بتخيط على المكنة بس ان انا اعمل حاجة ومد ايدي واتعلم لا انا كنت بس كده يعني تسليه وخلاص تبعيني على المكنة كده وهي دايرة وخلاص لما نطويها بالشكل كده يا بنات وانقسها لازم تكون خمسة واربعين سنتي من الطرف ده للطرف ده تمام مش اكتر من كده على قد الكوشن اللي احنا هنعمله والحروف كده زي ما انتوا شايفين طبعا لو انا هكمل بالشمع الحروف دي كلها تتاني كده على جوة بالشمع وهتبقى سهلة جدا جدا لكن انا ده لوقتي اهو زي ما انتوا شايفين حبدأ بالخيط والابرة من الكورنر كده اللي في الجنب ده حبدأ بيه بقى رايح جاي بالخيط الغرزة دي تقريبا يعني على ما اعتقدوا وعلى ما اني فاكرة يعني اسمها سراجة صحي ولا ايه يعني انا فاكرة حاجة اسمها سراجة وحاجة اسمها رجل الغراب لا مش رجل الغزان مش فاكرة اقولولي انتوا لو عارفين عشان انا مش فاكرة ومعارفش حاجة عارفوني وانتوا كمان بتحبوا الخيطة ولا زي كده كان فيه بنات كمان عندي كانوا بيشاؤوا الخيطة بقوا بيطلعوا حاجات جميلة اقولهم برافو عليكم وخلاص ما حاولش حتى ان انا اعمل زيهم ولا اي حاجة لما تبدأ بالخيطة كده تبقى ايد مسكة الابرة والخيط والايد التانية تانية الحتة اللي انت بتتنيها دي بصوابعك كده حتى ايدك عليها علشان تطلع كلها متساوية مطلعاش حتة طويلة وحتة صغيرة يعني صباعي ده اللي في ايد الشمال ماسك على القطعة كده علشان ما تفلتش مني وتطلع كلها نفس المقاس انا كده خلاص خلصت الجزء ده كله اللي هو الجنب ده يعني اللي كنت بخيطه بالشكل ده كده او مش عارفة بقى ايه ده حلو ولا عكا يعقوا عكا المهمة في الاخر يعني ادتني ايه النتيجة اللي انا عايزاها حبدأ دلوقتي بقى في الجزء التاني المقابل لها اتنيه برضو من الجنب حبدأ ان انا اساوي كده القماش بالمقاس عشان ما يعقنيش يعني وانا بعمل وانا بخيط وحس ان القماشة مش مزبوطة حسويها كلها كده بالمقاس كويس كده انت بقى لو القماشة بتاعتك بتنسل هتضطري قبل ما تتنيها كده 45 سنت انك تتنيها وهي فرضاني يعني قبل ما تخذي 45 سنت يعني من الاول خالص تتني الاربع جوانب بالابرة والخيط او بالشامع لو انت حب تمام؟ اشتركوا في القناة خلاص كده خلصت الخيطة اهتمت على خير قعد كونوا بتتحكوا علي ممنوع الده طلعت بالشكل ده كده من الجنبين كده اخذتهم مرتين تمام؟ يعني دور ودور تاني كمان فوقها عشان تبقى مسكها كويس عشان الخيط بتاعي خيط عادي اللي هو القطن العادي لو انت حبه انك ما تعملش دورين وتتعابي نفسك ممكن انك تستخدمي خيط كتوم بلية حيبقى جامد وكويس معاك ومش هتضطري انك تعملي دورين هبدأ ان انا نقلبها بالشكل ده كده وفريزيها كويس جدا لو كانت بقى وماشى عادية وقطن او كتان او اي حاجة اكويها الاول تمام طبعا تكوني غسلها قبل ما تعملي هتكويها عشان تبقى كده ما فيش حاجة فيها مكسرة هتبدأ انك تتخلي الكوشن بتاعك طبعا هو له كفر تاني تحت اللي هو الابيض ده يعني هو ده متخيط به البفتة بتاعه ده وهو محش طبعا فايبر احسن من القطن بكتير واريح وكمان ممكن هو يتغسل في الغسالة غير القطن طبعا هدخله كويس قوي من كل الجناب واشد من اربع جوانب كويس هدخله كويس كده عشان يبقى منفوش وحلو تبدأ بقى تخبطي عليه بقى وتنفيشي اكتر واكتر من الجناب من الوسط وكل حاجة تعملي بقى للركنة للانتري تعملي اربعة تعملي ستة تعملي اتنين اتنين لون واتنين لون زي ما انتش عايزة ممكن كمان لو انت حبى الالوان الجديدة الموضة والقماشات الحلوة يعني اللي هي دلوقتي طلعة ترند بتاعت ايكيا والكلام ده ممكن انك تشتري قماش تشتريه يعني وانت بقى تقصي وتعملي نفس الموضوع ده وما توديهوش لخياط خياطهالك ولا انك تدفع فيها ثمن خياطه انت عمليه على ايدك كده احنا نشطر ونعرف نعمل كل حاجة عايز اقول لكم نصيحة يا حلوين اوعي اي حاجة تعجبك او تكوني عاوزاها تجري بسرعة تجي بيها لأ استغلي اعادة التدوير صح لو شغلت تماغك شوية هتطلعي منها والله احلى من الحاجات اللي بتعجبك فكرة بسيطة وسهلة مثلا زي دي كنت محتاجة فعلا انا اعمل كوشن كيوت كده وحلو بعمال ايدي وما كلفنيش كتير القماش من عندي وانا لو حاب اشتري قماش برضو مش هيكلفني ان انا اروح اشتري كافر للكوشن جاهل هدفع برضو فلوس اغلى طيب انا اولى بالفلوس دي وبيتي اولى بالفلوس دي ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات احب اعرف رأيكم كمان لو عجبكم الفيديو ده اعملولو لايك لو حبيتوا تفيدوا بحد اعمليلو مشاركة لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير خلي بالكم من نفسكم باي باي